موسيقى في اطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء الحبيبة قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق اول محمد زكيا القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة بوضع اكليل من الظهور على النصب التذكري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري اصيل يعبر عن الوفاء لشهداء مصر الابرار ثم توجه الرئيس سيسي الى قبر الزعيم الراحي المحمد انوار السادات وقام بوضع اكليل من الظهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة وفي نهاية الاحتفال قدم الرئيس عبدالفتاح سيسي التهنئة بهذه المناسبة لقادة الافرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ولفيف من كبار رجال الدولة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة